السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ كورس البراسيتوليجي. اول محاضرة ناخدها الانتروداكشن اوف البراسيتوليجي. علم البراسيتوليجي يعني علم بصفة عامة. يعني طفيل. علم الطفيلية. تعريفه علاقة بين واحد ضعيف وصغير وهو الطفيل يعيش ويتغذى على ارجنزم تاني وهو الهوست. وبيسبب له disease we're angry. براسيت دي كلمة يونانية تعني eating at the side of. برا بمعنى long sides. وزيتوز بمعنى food. بحاجة بتاكل اعتمادا على حاجة تانية. بصفة عامة الانيميل السيشن او بنسميها symbiosis. بتنقسم الى خمس حاجات. متشوليزم. كومينساليزم. براسيتزم. بريديشن. وكانابيليزم. اول حاجة. متشوليزم. دي متشول بنيفيت. منفعة. وبتين دي باي بوس ارجنزم. والمنفعة دي مفيدة الاثنين. زي. الفلاجليت اللي بتعيش في. الترميت. يعني النام للابيض. نوع من انواع النام اللي بتعيش فيها الفلاجليت دي او الصوتيات. هي ما بتقدرش تخضم السلولوز. الفلاجليت بتخضم لها السلولوز. ففي نفس الوقت. الفلاجليت تستفاد وهي تستفاد من عملية الهط. مثال تاني زي البكتيريا النافعة اللي بتعيش في الرومن. وفي رومنان تواء الهومن بين. البكتيريا النافعة اللي موجودة في الانسان او الحيوانات. بتساعد في عملية الهط. نفس الوقت هي تستفاد وتفيد الحيوان او الانسان. تاني حاجة الكومنساليزم. one of both organism benefit. well the other not suffering from any harmful or benefit. لا واحد منهم بيستفاد ولكن التاني. في العوقات العادية لا بيستفاد ولا بيتضر. زي الانتاميب باكولاي. عندي نوعين من آآ الانتاميب باكولاي. نانباسوجينيك والانتاميب باستوليتيكا باسوجينيك. الانتاميب باكولاي دي نانباسوجينيك بتعيش في في الظروف العادية هي قاعدة بتاكل وبتتغزى بدون ان هي السبب اي مرض بالنسبة للانسان او الحيوان. ولكن لو حصل للانسان او الحيوان او بتتحول الى الباسوجينيك وبتعمل نفس الاعراض بالانتاميب باستوليتيكا. برازيتزم. وهو موضوعنا السنات ان شاء الله. one of partners benefit nourishing itself. قاعد اكل شارب نايم. اعتمادا على الهوست. مش بس كده. لو بيسبب له disease او انجري زي موضوع برازات اللي انا اخدها ان شاء الله في المنهج. ورسم التوضيح ده بيبين لك الميتوليزم ان التو ارغانيزم بيستفاده والكومنساليزم واحد بيستفاده والتاني لا بيستفاده ولا بيبتضر. البرازيتز واحد بيستفاده والتاني بيبتضر. الرابع حاجة البريديشن. بريديشن يعني افتراس. او ارغانيزم بيسمي البريديتر المفترس. بيتغزى على smaller and weaker animal وهو البريد. مفترس وفريس. زي ما احنا شايفين هو النمر والحمر الوحشي والقط والفار. كنابلزم افتراس. بس بيختلف عن بريديشن ازاي? ان الانيمال بيتغزى على الانيمال القوي على الورجانزم القوي. اللي بيتغزى على من نفس الفصيل بتاعه. هناك كنا بنقول القط والفار لكن تشايفين هنا حتى في الصورة بتوضح لي ان هو من نفس القطيع بتاعه او من نفس الفصيل بتاعه. ودي ظاهرة مهمة جدا في الدواجن. مزرعة الدواجن. لما بيحصل نقص في الفيتامينات والعملاء هتظهر اه يجي يقولك ان بشوف طيور بتتغزى على طيور تاني ومسببها لها انجري في جسمها. تعرف ان لما حصل نقص في المنرال والفيتامين بدأت عادة الكانابلزم او الافتراس. ايه او اول حاجة اصنفهم على حسب بمعنى ان لو الطفاليات بتعيش على الجلد الخارجي للهوست سواء الانيمال او المان بسمها اكتو برازايت. في الحال دي بتكون زي السكيبز او المانج الجرب الهارد تيك الاوراد زي ما احنا شايفين في الصورة او. لكن اندو برازايت بيجعيش في الانترنل اورغان اوف هوست. زي معظم الهي المانس اللي انا اخدها هو البروتوزوة اللي انا اخدها ان شاء الله في كورس مع واحد. تانية حاجة الفورمز او برازايت اختيارية التطفل وابليجاتوري اجبارية التطفل يعني الكلام ده. فكورتات البرازايت ان هو يتطفل او يعيش في البيئة الخارجية على حسب الانفرومنت الكنديشن. والله لو كانت البيئة مناسبة ان هو يكمل دورة حياته عادي برا. ويكمل بتاعته زي. البيئة مناسبة ان هو يكمل دورة حياته هيكمل. مش مناسبة ان هو يكمل دورة حياته في. ايكملها جوة. وهيتطفل. بس في الحالة دي. في يعني اختياري التطفل. على حسب مزاجه او ما يناسب. ده اجبار التطفل يعني ما يقدرش يهيش برا الهوست. زي معظم الهلمزز والبروتوزول اللي هناخدها مع بعض في المنهج. الفورمس او بارازيتزم اكوردك دو تايم سبنت وزين بوست. يا اما تمبراري بارازيت مؤقت. زي المسكيتس البعوض. تيجي على جلد الانسان تاخد الوكبة بتاعتها البلاد ميل وتمشي. زي ما قلنا البعوض. اكبر من انت بارازيت. معظم بيقضي معظم يعني بارازيتي دائم. مع الطفل يعني بيقضي معظم الحياة بتاعته على او جوة الطفل. زي ما قلنا مثل المنسز والسكيبز او المنج الجارب او البروتوزول. طيب تالت حاجة ممكن يكون بريوديكس دوري. بمعنى انه يعني اجبار التطفل. في فترة معينة من دورة حاجة. ما ناخد في الارتر بورد. الفلاريال وورد. بمعنى ان في طفائليات بتحتاج طول دورة الحاجة بتاعتها الى عائل بسمها وحديث العائل. لا بتحتاج الى اكثر من عائل. تحتاج ممكن تحتاج وانت آآ وهكذا ان هي متعددة العائل بسمها زي الزي ما هناخده ان شاء الله مع بعض في الكورس. تلات حاجة اذا اتوه تيريكسي نسباراذ ازاي تراكنيلا سبيرال. انا بستخدم الفينهوست ازا ان ترميدلت هو سور ناكس جينريش. وده ناخده في تراكنيلا سبيرالس. النظر طائب هو برزايت اكسيدنتي البرازايت. زي ما احنا انا اخد ان شاء الله ان الكل برازايت اليه هو ستو معين. اذا تواجد البرزايت او داخل او نوجو والهوست بسميه اكسيدنتي البرازايت. اشهر مثال الاكسيدنت البرازايت لما تصيب الهيومن طريقة العدوى مش مناسبة للهيومن زي ما هناخد ان شاء الله في الهيومنسولوجي لذلك الاكسيدنت البرازايت للماء طيب لو حصل ان الاكسيدنت البرازايت ده دخل هوست واقلم نفسه على الحياة فيه او على المعيشة وكمل واتواجد وعمل الهيومنسولوجي في الحالة دي بسميه زي الفاشولة الفاشولة تم اكتشافها في البداية في الشيب وبعد كده الرومنت وبعد كده اللي انها في الهيومنسولوجي بدأت اقلم نفسها على الهيومنسولوجي وهو الهيومنسولوجي فاصبحت الثالت حاجة او اكتوبك الاراتيك او الاكتوبك ان البرازايت دخل الهوست الصحي دخل الهوست النورمال هوست ولكن زي ما احنا عارفين ان الكل برازايت داخل الهوست مكان معين اسمه الهابيتات او اللوكيشن نورمال هابيتات او نورمال لوكيشن بسميه ايراتيك او اكتوبك برازايت زي ما هنشوف في الاسكارس او الطفيل الانتهازي الطفيل الانتهازي الطفيل الانتهازي في الظروف العادية للهوست لما يكون الجهاز المناعي في حالته الطبيعية في الهلسة الانتهازي البرازات الانتهازي ده وفي بعض الاحيان ما بيعملش اي باصوليجيك افكت ولكن اذا تعرض الهوست ده لاي من السابريشن او من الكمبرمايزي افكت البرازايت ده بيتحول الى باصوليجيك افكت باصوليجيك برازايت وبيعمل باصوليجيك افكت اشهر مثال البرتنيسيك برازايت كريبتوزبريديا اسبيشيز والتوكسو بلازما وسترنجلويد استيروكورياليز بلا خاص المرضى الايدس الهوست ده الورغانيزم واللغانيز البارازايت بيستضيف البرازايت 프로لغانيز كما تضيف البرازايت ولكن نظرا لان البرزات ده نادل وخاين ومصانش العيش والملح في بيعمل للهوست انجري او ديزيز وفي بعض الاحيان بتكون فيه تل ديزيز زي الميلاريا طيب الطيب اوف هوست دائما اخدهم بالتفصيل او فاينة رزيرفوير هوست او بعض التكستبوك بتكتبه كارير هوست تلاتة انترميديد هوست العاقل الوسيط اربعة البراتينيك او ترانسبورت هوست العاقل الناقل خمسة وهو الفيكتور بيكون عادة اه ارث ربوت اول حاجة ديفنيتف او الفاينة الهوست الهوست هوتش هاربر زي اضل تستيج اوب ورزاية في حالة المنسيز او هاربر سيكشوال فورم في حالة البروتوزو يعني ايه الكلام ده زي ما هناخد في اللايف سايكل بتاعة الهلمنسيز النهاية بتكون اضل تستيج في الاول الاضل تستيج بيعمل لانجي الانج الانج بتفقس تديني ميراسيديام الميراسيديام يتحول الى سبروسيست بعد كده ريديا بعد كده سير كارير الاضل تستيج بعد كده ايجي وراء الاربالستيج الهوست اللي بيحتوي الاضل تستيج اوب برازايت بسميه فاينال او ديفينيتي فوست وزي ما هناخد ان شاء الله في البروتوزوه اللايف سايكل بتاعتها بتحوي سيكشوال ستيج واي سيكشوال ستيج اي هوست بيتم فيه سيكشوال فورم او براتوزوه بسميه ديفينيتي بوست طيب الريزيربوار حوست الريزيربوار حوست ده ليه تعريفات كتير اااااااااااااااااااااااااااااااا شفت كذا تعريف ليه في كذا تيكست بوك بمعنى مبسط ان الريزرفوار هوست ده بعض التعريفات بتقول ان لو الانيميل اصاب بنفس البرازات اللي بيصيب المال وهصبح مصدر عدوى للإنسان بسميه ريزرفوار هوست الانيميل ده ريزرفوار هوست للمال كذلك في تيكست بوك عالة ان الريزرفوار هوست مهم جدا في ان انا بعمل كنترول للمرأة في حالة الانيميل ده ريزرفوار هوست بل ايه في الانيميل ده ريزرفوار هوست ان الانيميل ده ريزرفوار هوست طيب في حالة الانيميل ده ريزرفوار 300 فورم مو بروتزوه لكن في الحالة د bueno الـ 1982 الـ الـ term객 او العائل الوسيط. العائل الوسيط. بعض البرازايت بتحتاجش اي زي اللي انتستاني الليماتود. لا ده في برازايت ممكن تحتاج لأكتر من زي بعض الهتروفز زي تروفز زي ما هناخد ان شاء الله في الهلم. رابع حاجة البرازايت بيعيش فيه فترة معينة يعني هو من اسمه كده. دي بس ان هو ينقل البرازايت من مكان لمكان. فائدة ان هو او ان هو بيوسع دايرة انتشار البرازايت. بوسع دايرة انتشار البرازايت زي ما هنشوف في حالة الاسكار. او او برازايت زي ما هنشوف في حالة الفرق والبارد والاسكار في حالة داو البزران. ما نصنعه. وهو مش مهم لاتمام وممكن تتم بدونه اساسا. خمس حاجة الفيكتور. الفيكتور من اللي بيكون ارسي روبوت. والله لو حصل ان الارسي روبوت دا نقل البرازايت ولكن حصل ملتبليكيشن وديفولوب منت البرازايت جوه الارسي روبوت دا بسميه بيولوجيكال فيكتور. زي في حالة كناقل الفلاريال والمالاريالبرازايت. ولكن لو الارسي روبوت دا نقل البرازايت من مكان لمكان اخر وزاو تييني دفولوب منت او ملتبليكيشن دا بسميه ميكانيكال فيكتور. ميكانيكال يدوب حرقه بس من مكان لمكان تاني. وزاو تيني فرزة دفولوب منت او ملتبليكيشن زي ما حالة الهاوس فلاي واني ابتلنه نسست او تروبزويت بتاعت الانتعيب هستوليتكا من مكان لمكان تاني وتوسع دائرة انتشار البرازايت. في حية اسمها البرازايت سبيسيفيستي. في هست سبيسيفيستي. تشوف سبيسيفيستي. معنى اي كلام ده. الهست سبيسيفيستي لان الصم برازايت اللي هاولي وان هاستمت. تشغيره. زي تينة سجناتها موودة في ولكن اظهر برازايت زي الفاشولة بتادي كل والمال. اي حية تاكل العشاب منقطصة بالفاشولة. وزي في حية اسمها الارجن سبيسيفيستي. ان الكل برازايت في اورجن معين بتصيب جوه الجسم. بسميه لها بتاعها. زي مسلا الفاشولة في اللبا. في حية ايضا اسمها تشي سبيسيفيستي. تشي سبيسيفيستي ان البرازايت بيعدي سبيشي سيزي جوه البودي. زي البرازايت موجودة في خلايا الكبد والبلاث سيز سليشمانية. بتادي اريتكلون دوسيلة سيز. ايه مصادر العدوى بالطفائيليات المختلفة? اول واهم مصدر يمكن هو الووتر. الووتر بيعتبر اه سورس للاصابة بالعدوى بالديدان والاوليات المختلفة. ليه? لان في بعض الديدان او البروتازول المز او البروتازوة. في مرحلة معينة لازم تتم في المية. لو مش موجودة المية مش هتكمل دورة الحياة. فالمية مصدر للاصابة اه معظم الاوليات والهلمنسس المختلفة لانها بتحوي البروتازول سيست والهلمنسس ايك. اه كمان ان المية فيها كتير من الديدان زي اه النيماتود والتريماتود. القاقعة المختلفة فيه التريماتود. وفيه معظم التريماتود ما بتتم دورة الحياة غير لما يكون فيه السنيل والسنيل موجودة في المية. فلو ما كانش موجود السنيل مش هتكمل دورة الحياة وهتواف لحد المرحلة دي. كمان الاصابة بالبلهارسة. الاصابة بالبلهارسة سواء في الانسان او الحيوان بيكون متوجد في المية ملوسة والسير كريزام هناخد ان شاء الله في دورة حياة الديدان مختلفة. بالنسبة الاصابة بالشيسومة بتاعتها. بتكون عن طريق ان السير كريزة بتكون موجودة في المية وتعمل بالنسبة للسكين. بيعتبر اه من المصادر المهمة لنا العدوى بالديدان والطفيلات بصفة عامة. لان معظم اه بيحصلها في الصويل. وبعد كده بيصاب بها الانسان او الحيوان عن طريق اكل ملوس بالاجج او اللارد. تالت مصدر وهو الفروت. ازاي بيكون الفروت كمصدر اللي اصابة بالبرازيتكا. بعض الناس بتستخدم يعني فضلات الانسان والحيوان بتستخدمها كفرتليزر للنباتات والفروت. فلو الانسان والحيان مصاب اصابة طفالية بتنزل ايج مع الستول. طبعا استخدم من الكسكريتا بيستخدمها كسمات عضوية في اه رش النباتات والفاكة. الانفكتفيستيك بتلزق في النبات دهي يكلها الانسان تاني او حيوان يصاب بالديدان المختلفة. الانيميلز كمصدر اللي اصابة بالبرازيتك انفكشن لو الانسان اكل اه اللحمة مش مطهية كويسة. وكانت بتحتوي على اه الانفكتفيستيك زي ما احنا شايفين في الصورة ايه. دي اللي بندور عليها في السلخانات في اللحمة لحمة الابخار ومواظم الرومنت. فدي لو اللحمة مش مكشفة عليها كويس و اه اخدتها انت وفيها السيست دي وما اطهدش كويس فتكلها فتصاب بالتينيساجانات. السيست بتكبر بتتحول الهادلت في الانتستن اوف هيومن. اه كمان لو اه البورك بيكون مصدر اللي اصابة بالتينيس سلم والترايكانيلاس بيراليس. الفيش بيعتبر مصدر للاصابة بالهيتروفز والتروفز والديف بوزران لاطن. الانفكتفيستيك موجود في المسل اوف فيش فياكلها الانسان فتنمو الى اضلت في الانتستن اوف هيومن. او الفيش ايتنك انيما. اه كمان الرو زي ما احنا شايفين في الصورة. لو اه الانسان كالاكل كالليبر فيها فبتمسك فيه الميكوزة بتاعة اللارينكس والفارينكس فبتعمل حاجة اسمها كمان زي ما احنا شايفين في الصورة اللعبة مع الدوكز والكاتي المختلفة ممكن يكون شعرها ملوث بالايج لطفليات معينة زي التوكسوكاراكانز والتوكسوكاراكاتي. فانت ما تغسل شيدك وبتاكل مباشرة فتصاب بالفيزرال الاربا ماجرانز او الهايدات السيست. الارثروبوت زي ما اخد انه هو بيعتبر لبعض البرازات والبكتيريا والفيروس ممكن يكون ميكانيكا او بيوليجيكا. لو حرك الميكروغزم مكالي تاني بدون اي ده ميكانيكا. لكن لو حصل البرازات او البكتيريا او الفيروس في الارثروبوت ده بعتبره بيوليجيكا. الكونتاكت لو انسان مصاب بسكيبز او لايس او حيوان مصاب بحيوان او انسان وحصل الكونتاكت مع ابن او الاصابة. البلد ترانزفيوجين. معظم البلد بورني بروتوزوة اللي موجودة في البلد اللي انا عملت ناقل دم من انسان او حيوان مصاب بالبلد. برازات الحيوان تاني سليم ممكن نقول للعدوى. الكونجينيتل او ترانزبلاسينتل انطرير بلاسينتل في المرحلة الجنينية. اشهر من التوكسوبلازما او لا. اثناء الولادة او اه حصل اثناء الولادة ممكن انه مصاب بالمالاريا. اشهرهم نوع من انواع او الاب. والاسكيبز ممكن يتنقل عن طريق السكيبز اللي هو الجرم. اللي في ساكل او برازات بتتم بثلاث مراحل. او بيكون او سواء في السويد في الووتر في الانترميديت هوست او او فش. اثناء المرحلة دي بيتكون الانفكتف استيجي. انفكتف استيجي يعني ايه? يعني الطور المعضي. الطور اللي بياخده. الطور من البرازات اللي بياخده وبيسبب العدو. باي طريقة سواء اخده في كنتمنيد اتصال كنتمنيد اه في الميت في في بياخده باي طريقة بيصاب بالعدو. طيب بعد طبعا دراستي الجزء ده بيفيدني عشان اعمل كنترول والبريفنشن ميجا. للبرازاتيك انفكشن. يعني لو عايز اقطع اللي في الساكل من ناحية دي عشان اعمل كنترول يعني مسلا اعمل كنترول للسنيلز. اعمل كنترول للارث ربوت. استخدم اه كيلين ووتر. اه ابتعد عن كنتمنيد اه فود وز اه كنتمنيد صويل. طيب بعد ما بتبدأ المرحلة التانية. بتبدأ المرحلة التانية ان البرازات بيروح للفاينال هابيتات بتاعه هو الجسم من الفاينال هوست. بيتنين من مكان التاني زي ما هناخد فيه بتاع البرازات المختلفة ان هو بيتنين من مكان لمكان لحد ما بيوصل للفاينال هابيتات بتاعه. طب اثناء وصول او تحركه جوه الجسم الفاينال هوست بيعمل بيفيدني في دراسة الباسولوجينزز بتاع المرض والكلينيك المنيفستيشن. بتصر اعراض على الحيوان او الانسان نتيجة الاصابة ونتيجة الباسولوجينزز جوه الجسم عشان يوصل للفاينال هابيتات. التالت مرحلة بعد ما وصل للفاينال هابيتات بتاعه. اصل يبدأ عشان يعمل للسكن دي جنيريشن او النيكستي جنيريشن. عشان يحافظ على بقائه على قيد الحياة. يعني هي سلسلة او لايف ساكل. بيحافظ على الناس اللي بتاعه فبيبدأ ايه يعمل شد انجل الايج. يعمل ليه انجل الايج. ويدي الارفا. ويدي سست. زي مسلا في اه وده بيديني او المرحلة دي مهمة جدا في تشخيص المرض. ومعنى الدياجنوستيكستيج الطور اللي انا بشوفه باي طريقة او في اي سواء في الستول او سواء في البلد او في اليورن او في بتعرف على البرازات بيه. الطور التشخيص. في معنى مسلا. البرازات اللي بتعيش او في المنزل اللي بتعيش في الانتستيك. او في الليفا. هيينزل. هتنزل بتاعي انت في الستول. باخد عين تستول بستدل على البرازات ده من وجود الدياجنوستيكستيج في الستول. طيب البلد بروتوزوة. هاخد عينة بلد. هشوف الطور التشخيصة في البلد بالنسبة البلد بروتوزوة زي ما هناخد في كل برازات على حدة. طب موجود في الجينتل او اليورين الى انتزل عن طريق اليورين. الموتو في مفكشن ازاي يصاب بالعدوى بالديدان او الطفليات المختلفة. تلات حاجات. اما. ماوس. اكل او شربه ملوز بالانفكتف سواء او السيست. او عن طريق. التاني حاجة. ان السركال يوفش بتعمل بتكامل دورة الحياة او صمني مدهود. زي ما قلنا لو انسان اوحي مصاب با اا اكتو برازات وحصل بين وبين الحيوان تاني بينهم للعدوى. عن طريق لدغ الحشرات. بتونهم موازن بلد بروتوزول برازات وممكن يكون عن طريق البلد ترانسفوزين والكنتاملات سيرينج. تلات حاجة البوضي اروفتس. زي النوز والايج والوسا والفجاينة بعض. الفلاي بتحط تعمل لينج الايج والرفاسة بتعمل ما يزز في البوضي اروفتس. انهاليشن. ممكن اه حيوان او انسان هي ياخد الطور بتاعه. عن طريق انهاليشن. عن طريق التنفس. مارسة. يفيدنا ميزمن خالص في الدياجونيس. اول الحيان في وضاع مثل في القامل list ممكن اشوف فيه اليستول. اوع. اواللارفا للنتستينال اوالهيبات مس. منس اللي عايشة في الي miaειобщеزة dramaнь في الجزيينج الآج في الرافي في البروتوزوة. اليوري ممكن اشوف ايه? اشوف 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 البلاد. ممكن لو اخذ عن بلاد اكشف عن البلاد بورن بروتوزوة. زي الاشمانة زي البابيزة زي السيليريا زي المالاريا. دي كلها موجودة في البلاد وبتتنل عن طريق الارثروبوت فيكتور. البلمونيوري برازات اول اسبيوتا. ممكن اشوف اللاربا والاج بتاعت الديدان اللي بتعيش فيه زي البراجونيماس زي الميتا سترونجيلاس ابريل. في بعض البرازات في التشو. هي في التشو. زي الهديثات السيست. موجودة يفتشو زي ما ناخد. زي التوكسو بلادما. زي السيركوسيست. زي السينيوراس. موجودة في البرين. بيعتمز على كزا حاجة. اه اولهم النبر لو العدد قليل هيكون التأثير على الهوست اه غير ملحوظ. ولكن لو اه بيكون بيصحبه كل ما زاد عدد البرازايت في الهوست كل ما كان اخطر على الهوست. كل ما كان حجمه اكبر فبيأثر ميكانيكا على العضو اكتر. الهابتات والله اللي موجودة فيه الليبر واللانج والاورجن زي البرين والهارت بيكون طبعا اخطر. الاسبيشيز والبرازايت في اسبيشيز بتكون هارمينيس. يعني ما لهاش اي خطورة. متعيشة مع الانسان ولكن في اسبيشيز تاني بتكون خطري جدا. زي الملاريا. الاسكارس. فشولة. الهوكورب. بتكون اخطر من الانواع التاني. البرازايت ميلي تو. ممكن يؤدي الى آآ لص في الويت. بالخص في الاتفال والناس اللي عندها سوء تغذية. لان هو بيتغذى على عصارة الاكل. معظم الهابتات بتاعت الهلمينسيز او البرتزوفي اللي اسمه الانتستن. والانتستن هو اللي بيحصل فيها امتصص للغزاء عشان يستفاد من هاي الجسم. قبل ما يمتصوا الجسم هي تمتصوا وتستفاد منه فبذلك بتؤدي الى لص في الويت. ممكن تعمل انيميا. عن طريق هي سك البلد من الهوست. بعض المنسيز بتعمل سك من البلد من الهوست. عن طريقين هي بتفرز بتاثر على بتقلل العمر الافتراضي زي مسلا والهيكورم واللشمانيا واللاتم والبابيزيا وزي ما هناخد في آآ الكورس. الثلاث هايها ممكن تعملها اللي تشو. عشان تصل الى الفينال هابيتات بتاعه لكل برازات الليه فينال هابيتات. اثناء الرهلة بتاعت عشان يصل الى الفينال هابيتات بتاعه بيعمل اللي تشو. وبصو جيلك بصو ليجيك افكت. رابع حاجة ممكن يعملها البرازات ميكانيكال بريشر. مخصوصا لو في زي البرينز زي الليبر زي تخيال كل ما تكبر بيكون تأثيرها اخطر على وهوست دي. وبتأثر على ممكن نعمل ميكانيكال اشهر مثال لها زي ما شاء الله. اللي هو شراريا بنكروفتي. دي بتعمل اه مرضي بتسد العوعية اللينفوية ولا خاصة في منطقة الليمب هو اجينة الورغانز. خل القدم كده او الليمب زي ريجد الفيل. مسال تاني الميكانيكال زي الاسكارس. الاسكارس بتتواجد بكميات كبيرة في الاسمون انتسم ممكن تعمل ممكن يعمل في مكان تواجده او اثناء بتاعه بيعمل بتاع الجسم. فبيعمل آآ كانسر ويؤدي الى آآ ممكن يؤدي على هباته وميجالي وهباته سبلينوميجالي او او اثناء البسجنز ايضا بيفرس توكسنز. التوكسن دي بتأثر او باستسير الجسم ما نعرفه بتعمل الفيبر وشيلز و آآ سيفير كلينيكال مانفستيشن. وبتخلي الهوست عرضة للسكندري بكتيريا الانفكشن. الديدان طبعا كفوريم بوضي على الجسم. فبتعمل العيدروريكرياكشن. بعض الديدان اللي هي موجودة في بتعمل نيرفوس مانفستيشن. آآ آآ وبعض التانية ممكن تعمل كونجينيتان اناموليز زي النسبورة كان هنا من توكسو بلازموز. كان ممكن تعمل ابورشن زي التوكسو بلازما زي النسبورة كان هنام زي التربينيسومة زي البابيزا والسيليري. الفيزا والسيليري هي مش ولكن هي بتعمل نتيجة ان هي بتتتعل حرارة الجسم عن اربعين او واحد واربعين درجة. طبعا الاطفال لو اصيبوا في الصغر ومتمش علاجهم بسرعة من الديدان دي بتأثر على المينتال كونسنتريشن. مستوى التركيز والمستوى البدني بتاعه. المستوى الفين. بتخلي انسان طبعا مصاب سواء بالاليفانتازز او يتعب بسرعة. يتعب بسرعة. صنبرزيتها زين ما لديها طبعا من اخطر الامراض على مستوى العالم. تقريبا بيموت منها سنويا حوالي خمسمائة الف. اول حياة. او عن طريق اللي بتظهر على الحياة اللي ممكن تكون كافية جدا للتشخيص. زي منزل البابيزة هلاقي بين الحرارة اعلى من الاربعين. ده توقع بنسبة كبيرة جدا للنهاية فيه اللي ارجم التفليم فنود مع مع اا اا اكتريك اي بتقول النهاية سيلرية. في بعض الاحيان العراض بتكون كافية جدا للتشخص المرض. طيب عشان اعمل استخدم ممكن ازاي ان انا بجيب عينة سواء استول يورين سبيوتم او البلد على حسب اا البرازايد واشوف الدياجنوستيك استيج او طول تشخيصي اللي انا بشوفه باعرف انه ده البرازايد كسا. الدياجنوستيج ممكن تكون ايج ممكن تكون سستم ممكن تكون ممكن تكون لارفة ممكن تكون تروفوزويد وهكذا الاندركت دياجنوز والله الكورونيك استيج بتكون الدياجنوستيج قليلها خالص في العينة. فهل جا الى عن طريق ممكن استخدم ممكن استخدم ايضا في التشخيص فاة البيوبسي في حالة التراكنيلة والونكوسركة ممكن استخدام البيوبسي في حالة الاميبك بنجو كيفالايتس ممكن استخدام الهيئة تراكنيلة الاشمانة و التراكنيلة ممكن استخدام الانيكوليشن أعملها في حالة ربيزوسومة والإشمائية أو أستخدم الأشعة التشخيصية أشعة أكشرهيز أو جينو او أستخدمها في حالة الفيزرة الإشمائية وتكسب لازمة دي موظم طورة التشخيص وهنا أخذ إن شاء الله كل حاجة والتفصيل فيه الطفائليات المختلفة اللي أنا أختم في حاجة اسمها scientific number of paracides يعني تسمية البرازيل زي ما احنا عارفين إن المملكة تشمل مجموعة من الفايلام الفايلام يشمل مجموعة من الأوردر الأوردر يشمل مجموعة من تشمل مجموعة من الفاملي الفاملي يشمل مجموعة من والجينوس يشمل مجموعة من يعني مثلا الشيسزوما دي الشيسزوما منصوناي الشيسزوما دي الجينس لكن منصوناي لزبيشيس بيتبع فاملي الشيسزوما تيدي فاملي طيب اللي ملاحظينه إن أول حرف في الجينوس بيبقى كابتال هون وأول حرف في بيبقى سمول النحوزة الثانية إن هو بيكون اتاليك مائل لو مش اكتبه مائل يبقى أحط تحت خط تحت الجينوس وتحت لزبيش دي هي تسمية البرزات بصفة عامة طيب الكورس إن شاء الله هنأخذ فيه ثلاث حيات الهلم نسوليجي في الترم الأول والبروتوزوليجي والإنتوموليجي في الترم التاني الهلم نسوليجي طبعا عين من مدراسة الميسز أو الورمز البروتوزوليجي عين مدراسة المراتوزوة والإنتوموليجي اللي هي الأرس ربوت أعزو بالله التوفيق وشكرا